نظمة دار الأوبرا المصرية احتفالات بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حيث قدم النجمة السورية الكبيرة صفوان بهلوان حفلة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة المطربين آية فاروق صرى سحاب أحمد عفت وعازف الكمان عزيز المصري في أجواء من الطرب الشرقي الأصيل شهد المصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية إحياء ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في حفل غنائي أحياه الفنان السوري الكبير صفوان بهلوان وعدد من نجوم دار الأوبرا المصرية وبقيادة المايسترو سليم سحاب عبد الوهاب الرقد صرح كبير من صروح وأركان الثقافة العربية الحضارة العربية قاطبة عبد الوهاب يعني أهم عمل عبد الوهاب يعني إلى جانب أنه الملحن الأول والمطرب الأول عبد الوهاب هو الجسر الكبري اللي ربط بين الثقافة الموسيقية العربية والثقافة الموسيقية الكلاسيكية الغربية هذه الحفلة كبيرة أويزة حفلة النهاردة الموسقار الأجيال لمحمد عبد الوهاب لازم يكون عليها إقبال كبير وده إن ده اللي بيدول على وعي جمهورنا إنه بيدور على الجدور بتاعته الصح وبيجي يحضرها وبيجي يستمتع بيجي يفصل عن كل اللي حواليه حفلة موسيقار الأجيال لمحمد عبد الوهاب من أجمل حفلات السنة اللي إحنا دايما بنحرص إن إحنا دايما نعملها في أحسن شكل والسنة دي تم اختياري من المايستر سليم سحاب والأستاذة جهان مرسي يعني وقع اختيارهم لي الحفلة وطبع ده يعني شيء بسيطني جدا ويشرفني طبعا أن أنا أغني جنب المايستر سليم سحاب طبعا ده من صغري أنا مع المايستر سليم سحاب الحفلة بدأ بعصف غنائي للفنان عزيز المصري عازف الكمان والذي أبدع في تقديم عدد من ألحان موسيقار الأجيال حيث تفعل معه الجمهور بشكل كبير معربا عن سعادته البالغة بهذه الحفلات الفنية الرائعة وطبعا موسيقار الأجيال كلنا اتربين على صوته وعلى الموسيقى ففرصة أن احنا نيجي نسمع الأغانية والجو طبعا في الأوبرا هنا جميل يعني الزكريات طبعا مع عبد الوهاب طبعا جميلة جدا الأوبرا هي المكان الوحيد بصراحة هذا الواحد بيجد فيه المتعة والذوق والفن الراقي في بلدنا بصراحة يعني صفوان بهلوان من الناس العاشقة لمحمد عبد الوهاب والنهاردة وانت بتتفرج عليه هتحس أنك قاعد قدام محمد عبد الوهاب تقريبا والله الفنان الكبير محمد عبد الوهاب يمثل التراث الوطني والثقافي والفني لمصر في حقبة مزدهرة ودي فرصة لنا كلنا نسترجع هذه الحقبة من خلال ذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب وبدأت الفنان صار صحاب وصلتها الفنية باغنية ست الحبايب والتي أبدع ألحانها الموسيقار محمد عبد الوهاب وعبرت عن سعادتها بمشاركاتها في إحياء ذكرى ميلادي موسيقار عبد الوهاب هو التراث المصري في الألحان وهو كل الناس تعلمت ألحان منه وفن منه يعني فطبعا شيء طبيعي أنه يبقى النهاردة في احتفاله ويبقى الناس موجودة بالشكل ده محمد عبد الوهاب هو أحد أعلام الموسيقى العربية لقب بموسيقار الأجيال وارتبت اسمه بالأناشيد الوطنية وقد ولد بالقاهرة في الثالث عشر من مارس وترك بصمة فنية في عالمنا العربي عاشت وتعيش لعشرات السنين أحمد الحسيني التلفزيون المصري